احد عشر عيدا ويزيد ينقضي من عمور النازحين في المخيمات لا عيد هنا للكبار ولا حتى للصغار وقد سرقت غصة الهجرة كل سبب للفرح بعد ان شتتتهم الحرب وجمعتهم مدن القماش التي يفتقدون فيها لابسط مقاومات الحياة خمس سنوات ولت وما زال النازحون على امل العودة لديارهم حتى صار ذاك الحق امنية تتردد في كل عيد وحلما بات من ضرب الخيال فغابت بهجة العيد واجواؤه فحضرت الذكريات فقط واصبح النازحون يتمنون ان تمر الاعياد كسائر الايام الا انها اصبحت اثقل بكثير مع حسرات الاطفال لعدم حصولهم على ملابس جديدة او ذهابهم لاماكن ترفيهية وتلك حسرة والم يمثلان حلقة من سلسلة متواصلة من مآس النازحين ازمة النازحين باقية بدون اي حلول جذرية مع اهمال الحكومة لمعاناتهم ذاك الملف الذي لم يحضر سوى بالدعايات الانتخابية ولم يرى له اثر على الارض بالتزامن مع غياب اي امل بالعودة الى المدن المدمرة المحكومة من قبل الميليشيات النازحون يؤكدون انهم يصارعون الحياة بالمؤن التي تصلهم من المنظمات المحلية والدولية وان قلت كميتها اما اليوم فلم يبقى الكثير من المنظمات مع امعان الجهات الحكومية باهمالهم امام المعانات التي لا تخفى على اي ناظر للخيام وساكنها لا يمكن للحكومة الدفاع عن نفسها بشأن ذلك ولهذا اكدت منظمات مدنية ان الاهمال الحكومي تقف خلفه نوايا سياسية لجهات متنفذة حكوميا لا ترغب بعودة النازحين وحكومة عبد المهدي لاهية بالصراع على المناصب والمكاسب هذه التصريحات تؤكد اراء النازحين بكون عيد الاضحى هذا العام هو الاسوأ بين الاعياد وان الاوينة الاخيرة هي الاشد صعوبة من سالفاتها بعد غياب المنظمات الانسانية ورفع الامم المتحدة يدها عن تقديم العون للمخيمات تجاهل الحكومة ويأس النازحين لواقع الحال ينبئ بأزمة آخذة بالتفاقم تنذر بكوارث في بلد ألفها منذ ان احتله الامريكيون وبسط الايرانيون حكمهم عليه